السلام عليكم هل كانت سهلة أو صعبة تكلم عن لغتك اعمل قائمة بالكلمات طيب خلينا نشوف الأسئلة مع بعض الأسئلة موجودة معنا هي عن الموضوع اللي أمامنا أول شي رح نقرأ النص أول شي رح نقوم بقراءة النص اللي موجود أمامنا حتى نفهم كيف تمت طريقة الكتابة لأن النص هو بعلمك أنك كيف تكتب عن الموضوع طيب أول شي عندنا هون اللي هو ببدأ درست الألماني إذن هاي اللغة اللي درسها لمدة ثلاث سنوات عندما كنت في المدرسة الثانوية كلمة ثوت معناها اعتقدت كنت جيد فيها كلمة نيتيف سبيكرز يعني أهل اللغة اللي لغتهم الأصلية تمام نيتيف سبيكرز لما أحكي مثلا نيتيف سبيكرز إحنا لغتنا الأم اللي هي اللغة العربية فهون ما أقصد فيها نيتيف سبيكر لما أحكي لك جيرمن نيتيف سبيكر يعني أصحاب اللغة الأم الألمانية I believe أعتقد كلمة I believe أعتقد that you can't really know a language إنك لا يمكن إنك تعرف لغة until you have spoken to a native speaker حتى إنك تتحدث إلى native speaker in that language so to see if they understand you حتى تعرف إنهم بفهموك ولا لا هذا الإشي this way هاي الطريقة is very helpful لاحظوا هاي الآن ذكرت الإشي اللي ساعدني في إني أكتشف مستوي في اللغة this way is very helpful to see what you can do in the language حتى تشوف شو اللي ممكن أنت تعمله بالنسبة للغة another thing الإشي الآخر that helped me الإشي الآخر اللي ساعدني was having a teacher إنه كان عندي مدرس from Germany من ألمانيا because that way بها سبب هاي الطريقة I learned a lot تعلمت كثير about the culture عن الثقافة the most difficult thing الإشي الأكثر صعوبة about German is that الآن بذكر الإشي الصعب الآن أنا شوف ذكرته ذكرت الأشياء اللي ساعدتني الآن رح أذكر الإشي الصعب عندي باللغة تمام؟ إذن أول إشي ذكرت الأشياء اللي ساعدتني بعدين بذكر الأشياء الصعبة في اللغة there are three virgins في عندنا ثلاث نسخ of the article that من أداة التعريف that one is feminine واحدة للمؤنث one is masculine واحدة للمذكر and the other is neither this nor that يعني that واحدة كمان that لا هي لل feminine ولا هي للmasculine I keep getting them mixed up يعني استمرت أنا في إنه أخلط بينهم يعني مش مش مستطيع مش متمكن أني أميز بينهم I think the easiest part الآن رح يذكر إيش رح نذكر الإشي السهل بالنسبة للغة I think the easiest part of learning German بالنسبة للتعلم للمانيا was the alphabet كانت الأبجدية since it is so close to English يعني كانت هي يعني لها علاقة قوية بالإنجليزي the letters just have different sounds الحروف لها أصوات مختلفة طيب الختام بعد في نهاية الموضوع I think that overall أعتقد بعد كل شيء German اللي هي الألمانية is easier for English speakers هي سهلة بالنسبة للمتحدثين بالإنجليزية to learn بأنهم يتعلموها because there are so many things لأنه في أشياء كثيرة in common مشتركة between the two languages بين اللغتين الآن بدأ أحكي شو بدل اللغة اللي راح أتعلمها I am going to try and learn Arabic now راح أتعلم لغة عربية and think and I think that's going to be more difficult وأعتقد أن ذلك سيكون صعب جدا إذن في نهاية الموضوع أتكلم هو عن أتكلم عن اللغة اللي تعلمها تمام أتكلم عن الأشياء اللي ساعدته الأشياء التي ساعدته تمام أتكلم عن الصعوبات تمام أتكلم عن السهولات أو السهولة سوري أتكلم عن السهولة في اللغة الأشياء السهلة الأشياء السهلة الأشياء إيش السهلة في اللغة آخر شيء تتكلم عن اللغة اللي راح يتعلمها اللغة اللي راح يتعلمها تمام إذن هذا هو موضوعنا تتكلم عن اللغة الأشياء اللي ساعدته الصعوبات السهولة في اللغة واللغة اللي راح يتعلمها هاي الأشياء المحاور كلها راح نتكلم عنها إحنا لما نيجي نكتب الموضوع طيب أول شيء نجاوب على السؤال write down notes اكتب ملاحظتك answer these questions to help you what have you found easy ايش اللي وجدته سهل أو difficult أو helpful about learning على a foreign language شو الاشي اللي كان سهل اللي كان صعب الاشي اللي ساعدك في تعلم لغة مثلا لما بنحكي مثلا اللي كان مثلا easy مثلا reading stories مثلا reading قراءة القصص reading stories قراءة القصص was easy was easy كانت سهلة طيب كمان شو اللي كان طيب شو اللي كان صعب مثلا difficult خليني نحكي مثلا pronunciations مثلا pronunciations is difficult pronunciations مثلا اللفظ pronunciations يعني pronunciations اللي هو اللفظ was difficult كان صعب was difficult okay طيب ايش اللي كان ساعدك helpful helpful مثلا reading reading novels stories مثلا stories and newspaper 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 خلي قدم شوي هون newspaper was helpful كان ايش بالنسبة الي مساعد طيب الان انا جوبت على السؤال هاي الاشياء طيب نيجع السؤال ثاني what are the things الاشياء apart from language learning in the classroom يعني استثناء التعلم اللغة في الصف that helped you learn a foreign language الاشياء اللي ساعدتك في تعلم اللغة شو الاشياء اللي ساعدتك في تعلم اللغة اللي ساعدني في تعلم اللغة مثلا reading stories reading reading novels قراءة القصص قراءة الروايات stories مثلا القصص ساعدتني and newspaper newspaper papers الجرائد كمان طيب ايش كمان ساعدك مثلا watching مثلا watching english programs english english programs اللي ساعدني كمان البرامج الانجليزية english programs طيب الى اخري اشياء كثير ساعدتني طيب ننتقل الآن what other languages would you like to learn شو اللغة اللي بدك تتعلمها I would like to learn مثلا italian راح اتعلم اللغة الاتالية مثلا ام نحكي I am I am going I am going to learn راح اتعلم italian italian اللغة ايش الاتالية طيب do you think do you think it's going to be difficult I think it's going to be difficult I think I think it's going to be difficult it's going to be difficult اعتقد انها ممكن تكون ايش صعبة اوكي I think it's going to be difficult طيب why and why not يعني because it's not my language etc اوكي because السبب because it has مثلا it has different words فيها كلمات مختلفة different pronunciation مثلا السؤال المهم use your notes استخدم ملاحظاتك to write three paragraphs عشان سنكتب ثلاث فقرات in your notebook use the text as a model ايوة هاي النقطة المهمة بحكي لي استخدم التكست اللي هو النص اللي كان موجود أمامنا كمودل يعني كنموذج وانت بدك تمشي على هذا النموذج then exchange your notebook with your partner to edit each other's paragraph عشان تبادل هاي مع الملاحظات مع زميلك حتى يصليح لك طيب الآن إحنا بدنا نبدأ نتعلم نكتب بطريقة سهلة وطريقة مناسبة إلنا تمام الموديل هاذ بيعلمني أول إشي أكتب بتقليد النموذج اللي موجود أمامي تقليد إيش النموذج اللي موجود أمامي يعني أنا الآن رح أكتب بناء على هذا النموذج رح أبدأ نفس الطريقة اللي موجودة أمامي في النص يعني رح أتبع نفس الطريقة اللي موجودة أمامي في النص وأمشي عليها يعني مثلا راح أبدأ I studied وأغير كلمة جيرمان مثلا أنا درست اللغة الإنجليزية I studied مثلا English language نبدأ نكتب مع بعض خلي نبدأ هون نكتب نبدأ نكتب طريقة سهلة طيب أول شي طبعا لاحظوا عندي كلمة studied I studied I studied English language English language تمام أنا درست اللغة الإنجليزية أوكي الآن كم مدة دراستك لها مثلا for example for ten years for ten years لمدة عشر سنوات طيب متى درستها لمدة عشر سنوات for ten years when I was بحكي when I was عندما كنت when I was in school عندما كنت في المدرسة لاحظوا أنا كتبت نفس الجملة اللي موجودة أمامنا في النص لكن غيرت إيش؟ شو غيرت؟ غيرت English language وغيرت كلمة ten years يعني بدل هي كانت ثلاث سنوات سخوتها عشر سنوات تمام؟ هاي بنسميها الكتابة على طريقة المودل يعني أنت الآن عندك مودل نموذج المودل هذا أنت بتشتغل عليه بالكتابة وهاي هي الخطوة الأولى لتعلم الكتابة في المستقبل يعني تقريبا هي شبيهة بالguided writing تمام؟ الguided writing أنت تمسك نموذج وبتمشي على هذا النموذج وبعدين أنت بتصير تكتب بشكل أوسع وأفضل فبنكمل بعنين هو شي حكي I thought الآن بنحكي نفس الشي I thought اعتقدت I thought يعني اعتقدت I thought It was It was I thought مثلا I thought I was اعتقدت أني أنا مثلا I was Very good بلاش كلمة كواهية مثلا Very good at it يعني اعتقدت أني أنا شاطر كثير في هاي اللغة كما طيب الآن but نكمل but that ولكن ذلك but that was before was before was before I I had an opportunity an opportunity يعني فرصة an opportunity معناها فرصة to to meet أو مثلا opportunity to interact إني أتفاعل أن أتفاعل with other English language with other with other English native speakers with other English native speakers English native speakers لاحظ غيرت بدل جيرمن كانت بالجملة بالنص شو ما كتوبها جيرمن خليتها English English native speakers تمام شوفتوا كيف أنا كتبت على هاي الطريقة طيب بعدين بحكي مثلا ببدأ الآن في الأشياء اللي ساعدتني الأشياء اللي ساعدني the thing ببدأ الآن بكتب the thing that helped me الفقرة اللي اللي بعديها لاحظوا هون خلصت هاي الفقرة الأولى الآن راح أتكلم عن الأشياء اللي ساعدتني الأشياء اللي ساعدتني مباشر هاي الفقرة الأولى الآن بنتقل للفقرة اللي بعدها الأشياء اللي ساعدني the things that helped me نحكي هون مثلا الأشياء اللي ساعدتني واز مثلا واز كانت إيش اللي ساعدتني واز قراءة الروايات القصص لحظ أنا هون لما بتعداد بالكتابة لما بتعدد أول إشي بتحط فاصلة الإشي اللي قبل الأخير اللي آخر إشي بتعدده لازم تحط قبله أنت هاي مهارة بالكتابة يعني أنت بتكتب مثلا أنا قراءة النوفلز ستوريز بوكس أتساترا آخر كلمة بتحط قبلها مش فاصلة بتحط قبلها أنت أوكي فبحكي مثلا الجراد طيب شو طورت أنا في هاي الطريقة لما أنصرت أقرأ نوفلز و ستوريز آي إمبروفت آي إمبروفت آي إمبروفت ماي فوكابيولاري فوكابيولاري أوكي اللي هي الكلمات عندي أنا طورت الكلمات أوكي بنكمل آلسو إذن هون بنيجي هون نكتب آلسو يعني أيضا كلمة آلسو معناتها أيضا حط قومة دائماً وراءة تحط قومة واتشينج إنجليش واتشينج مشاهدة كلمة واتشينج معناها مشاهدة مشاهدة البرامج الإنجليزية مشاهدة 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 إيش عملت هاي الأشياء اللي هي البرامج الإنجليزية أنت لما بتشاهد البرامج الإنجليزية الآن بتتعلم اللفظ يعني دائماً بتطور عندك لما أنت تبلش يعني تتعلم تحضر البرامج بالإنجليزي تتطور عندك البرونانسييشن فبحكي لك هون watching English programs helped me يعني helped me ساعدتني helped me ساعدتني in pronunciation in prononciation في اللفظ ساعدتني في اللفظ in pronunciation طمعاً حلو طيب الآن نتكلم عن الإشي الصعب the most the most difficult the most difficult الإشي الصعب the most difficult think الإشي الصعب the most difficult think okay about عن أو في ما يتعلق في about English بالنسبة للإنجليزي about English okay is can is is that that there are that there are for example that there are two pronunciations two pronunciations two pronunciations two pronunciations يعني لفظين two pronunciations لفظين for each word for each word هذا الإشي اللي كان صعب مثلاً أسابي المثال okay طيب بنكمل for each word لكل لكل كلمة two pronunciations for each word طيب الآن كيف خلينا أوضح هذه النقطة there are there are يوجد مثلاً accent American and British pronunciation American and مثلاً pronunciation يعني عندك اللفظ البريطاني pro لاحظة شوي هون pronunciations okay لفظ there are American and British pronunciation في عندنا اللفظ الأمريكي واللفظ البريطاني بالنسبة ل الكلام طيب هذا الإشي يعرفنا الآن more over علاوة على ذلك تمام more over يعني وعلاوة على ذلك more over وعلاوة على ذلك هاي كلمة more over معناها علاوة على ذلك و words الكلمات words الكلمات have more have more than one meaning more than one meaning نضبط لكم هون more than one meaning يعني فيها أكثر من إيش من معنى have more than one meaning تمام I keep الآن هاي الجملة I keep getting I keep getting مثلا I keep getting them mixed I keep getting them mixed يعني بظل يخربط بينهم هذا معناها mixed up I keep getting them mixed up طيب الآن هون بنحط على متعج I keep getting them mixed up بعد ذلك نكتب I think الآن نتكلم عن الإشي السهل بالنسبة لي شو الإشي اللي كان سهل بالنسبة لتعلم اللغة عندي I think نحكي هون I think أعتقد كلمة I think معناها أعتقد I think I think the easiest الإشي السهل I think the easiest الإشي السهل بالنسبة لي the easiest part الجزء السهل the easiest part of learning of learning لتعلم of learning لتعلم English الإنجليزية أوكي was إيش كان بالنسبة لي شو كان الإشي السهل مثلا stories كانت القصص was stories أوكي كانت اللي هي بالنسبة لي القصص شو السبب because الآن نعطي سبب them because مثلا they are interesting they are interesting they are interesting يعني كانت إيش they are interesting يعني كانت ممتعة and funny وإيش كمان مضحكة وفيها نوع من الضحك and funny they are interesting and funny طيب إلا أنا أنا بدي أختم الفقرة الأخيرة فبحكي نفس الطريقة نفس طريقة الموديل الموجود عندي I think أعتقد وبنحط كما overall overall يعني يعني فوق كل شي يعني overall بعد كل شي English English الإنجليزية is تمام English is easier easier أسهل من إيش مثلا easier for French speakers أسهل بالنسبة لمن for French speakers خلنا نتكلم عن French speakers French speakers يعني اللي هما المتحدثين بالفرنسية to learn أنهم يتعلموها أنهم إيش يتعلموها to learn طيب شو السبب because because يعني لأنهم أو بسبب because إيش السبب إنها سهلة عليهم نحكي مثلا because there are there are so many words في كلمات كثيرة words in common يعني مشتركة in common يعني إيش مشتركة بين اللغتين between the two languages between the two languages بين إيش بين اللغتين تمام between the two languages full stop الآن تتكلم إيش اللغة اللي راح أتعلمها أنا I am going I am going راح أ سوف I am going to try راح أحاول to try and learn وأتعلم راح أتعلم أي لغة and اختار لك أي لغة اللغة اللي أنا أتعلم مثلا Italian راح أتعلم اللغة الإيطالية now زي ما كتبت بالملاحظات now أوكي and وهل باعتقادك إنها صعب ولا and أوكي and I think and I think that's I think that's going إنه أعتقد إنها that's going to be to be more difficult to be more difficult أعتقد إنها راح تكون صعبة هيك أنا خلصت التمرين كامل اللي موجود أمامي كتبت موضوع تعبير كامل لاحظوا هون كيف كتبت بدايت بالبداية I studied English لاحظوا نقرأ لكم يا I studied English language for 10 years when I was in school I thought I was very good at it but that was before I had an opportunity to interact with other English native speakers تمام طيب ننتقل الفقر البعدي المشكلة التي ساعدتني هو إشتراك الكتابات والصحيحات والتحديد في ذلك الطريق أكثر من أفكابولاري أيضا، رؤية تنظر أجل الإنجليزين تاعدني في تحديد المغرب المشكلة الأفكار الأفكار الأنجليز هو أن هناك دوة تحديد المغرب كان في لفظين لأي لغة دوة تحديد المغرب لأي لغة تحديد المغرب ومعرفة التحديد المغرب أيضا، الأفكار لديهم أكثر من أفكاب فيها أكثر من معنى أستمرت في أن أخلط بينهم يعني، ليس مجامحة مضبوط أعتقد أن الأفكار الأفكار من أعلم الإنجليزين كانت الأفكار الأفكار لأنهم ممتعون ومساعدون يعني، كانت ممتعة وفيها نوع من الضحي وأصبح الأفكار الأفكار يخفر أحاول لغة تحديد المغرب لكم باعتمد على لاحظ الكتابة نفس الطريقة اللي مكتوب فيها المودل أمامي. وهاي هي الخطوة الأولى في تعلم الكتابة. إنك تكتب حسب نموذج. تكتب حسب نموذج. وتغير بعض الأفكار. يعني هو اللي موجود عندنا هون لاحظ. هون إيش موجود؟ إنه هو حكى لك أنا تعلمت اللغة الألمانية. وحكى لك هون احنا غيرنا حكينا وحكينا نفس الطريقة. هو حكى لك. أنا حكيت فقط. وكل الكلام اللي كتبنا. هون مثلا بدل جيرمان نيتيب سبيكرز حكينا انجليش نيتيب سبيكر. إذن نفس الطريقة. لاحظوا أني أنا أعمالي بكتب بنفس النمط. وهاي أول خطوة لتعلم الكتابة. تمام. وهون كتبت مثلا الاشي اللي ساعدني. بغير. هو حكى مثلا هاينغ أتيجة. لا على الاشي اللي ساعدني مثلا. لازم أضيف أفكار. يعني أنا مش بكتب نفسي الاشي حرفي كل الكلام. لا. أنا بكتب ضمن هذا القالب. بس يعني تستطيعوا تسموه إنه هذا قالب. ضمن هذا القالب. لكن بغير بالأفكار. بغير بالأفكار. إشي بسيط. نفس ما غيرت أمامكم الآن. وبالأخير مثلا في نهاية الفقرة. بحكي لك. I think overall. بدل ما أحكي جيرمان حكيت انجليش. وبدل ما أحكي مثلا انجليش سبيكرز حكيت فرنش سبيكرز. وكملت الكلام كامل. وراح أتعلم اللغة. هو حكي هون Arabic. أنا حكيت Italian. ونفس الطريقة. إذن لاحظ أنا عمالي هذا بنسميه model. قالب. تمام؟ قالب أنت بتشتغل على هذا القالب وبتكتب عليه. ولذلك لاحظ السؤال إذا بتركز وهذا هم شيء. use the text as a model. استخدم النص كإيش? كمودل. أوكي. في هذا التمرين. نهاية هذا التمرين. بحكي لكم أنه رح نتوقف عند هذا التمرين. ويعطيكم ألف عافية. ودمتم بخير إن شاء الله.